السلام عليكم ساعت بيبقى عندي مجموعة قيم بحتاج ان انا اعمل عليهم عملية معينة يعني مثلا عندي ثلاث أرقام عايز اجيب المتوسط الحسابي في الطبيعي و في العادي ان انا هعرف متغير لكل قيمة وان انا لان اجيب المتوسط الحسابي او اعمل اي عملية هروح اعملها على الثلاث قيم مثلا المتوسط الحسابي هو مجموعة الارقام على عددهم فانا هقول له مثلا الواقلت الار بيساوي اكس زائد واي زائد زد على ثلاثة ولو جيت اطبع الار هيقول لي اتنين طيب اما كان وضع ثلاث قيم فعادي يعني انا عرفت ثلاث متغيرات وعرفت متغير رابع عملت في العملية بتاعتي او الحاجة اللي انا عايز اعمل عليها فبساعة الموضوع بيكبر يعني انا مش هشتغل على ثلاث قيم هشتغل على عشر قيم خمسين قيمة ميت قيمة هل هقعد ان انا عرف متغير لكل قيمة واحفظ في القيمة دي واشتغل على الميت متغير طبعا الموضوع متعب انا هيبقى اسهل لي لو في حاجة تجمع لي المتغيرات دي في مكان واحد وتعامل مع المكان ده كباكتج واحدة او ككارتونة محتوط فيها القيم دي هي دي الاري الاري هي عبارة عن مكان بتجمع فيه مجموعة من القيم طيب ازاي يعمل الاري عشان اعمل الاري باقول له لت واسم الاري بتاعتي ايه مثلا واقول له يساوي كده انا عملت متغير عادي عشان احفظ فيه قيمة الاري باعمل الصندوق بتاعي اتنين براكتز ده كده معناها ان انا باقول له دي كده الاري فيها شوية قيم واحطي فيها القيم بتاعتي واحد واثنين وثلاثة وزاي ما حب اربعة خمسة ستة زاي ما حب فكده انا جمعت الست قيم في مكان واحد اللي هو الايه طيب ازاي بقى اتعامل مع كل واحد لوحده او اتعامل مع كل قيمة انا عندي مجموعة قيم في مكان واحد عشان اميز كل قيمة عن التانية لازم يبقى لها حاجة محددة هنا اللي بيحدد العناصب بتاع الاري اسمه الاندكس الاندكس هو مكان العنصر في الاري زي ما كان الحرف في السترينج تكلمنا عنه قبل كده يبقى مكان العنصر في الاري والاندكس بيبدأ من الصفر يعني اول عنصر مكانه صفر او الاندكس بتاعه صفر ثالت عنصر مكانه اتنين او الاندكس بتاعه اتنين طيب ازاي يوصل لانصر بناء على الاندكس بتاعه بقوله اسم الاري بتاعتي وبعدين كوسين البركتس وبعدين بقوله الاندكس بتاعي بينهم هنا كده بكتب الاندكس بتاعه قوله مثلا اثنين فقال لي تلاتة لما قلت له اي اوف اثنين قال لي تلاتة اللي هو العنصر اللي موجود في الاندكس اثنين ادي صفر واحد اثنين فكده انا رحت للعنصر اللي هو التلاتة وممكن ان انا غير الكيمة بتاعته عادي جدا قوله اي اوف اثنين بيساوي مثلا تسعة لو جي تطبع اي اوف اثنين قال لي تسعة انا كده قدرت اوصل للعنصر واقدر اغير الكيمة بتاعته عادي طيب انا كده غيرت جزء من الاري يعني هي الاري فيها مجموعة من القيم انا غيرت جزء واحد بس الحتة دي حتة دي بس اللي انا غيرتها انا غيرت جزء من الكيمة بتاعتي عشان كده الاري كان لنا قبل كده عن فرق بين والميوتابل هي ان انا بعتبر الكيمة كلها على بعضها قتلة واحدة ما اقدرش اغير في جزء فيها لكن الميوتابل ان انا اقدر اغير في اي جزء من الكيمة بتاعتي اغير في جزء واحد من غير ما ان انا اضطر اغير في الكيمة كلها ده كده ازاي اعرف الاري وايه فايدتها وازاي تعابل بقى العناصر بتاعتها كيه بقى من الحستان مهمين جدا في الاري اول حاجة ان الاري مش لازم العناصر بتاعتها تبقى زي بعض يعني انا هنا كان كلهم نمبر لك لا مش لازم كلهم نمبر ممكن يبقى فيه حاجات من data تانية يعني اغير في ثلاثة بيساوي مثلا string عادي فيه كلمة hello لو جيت اطبع الايه الاري بتاعتي قال لي فيه عندك واحد واثنين وتسعة وهلو وخمسة وستة بقولك هنا هي عدد العناصر اللي فيها ستة يعني مش لازم انه كل العناصر تبقى من نوع واحد فيه لغات برمجة تانية لازم كل العناصر من نوع واحد طيب تاني ملحوظة عندنا وهي ان الاري حجمها مش ثابت يعني انا ممكن اغير فيها يعني اغير في الحجم ازوده وانقصه زي ما انا عايز يعني انا هنا مثلا انا عندي الاري فيها ستة عناصر فالمفروض اخر اندكس عندي اللي هو خمسة سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني انا اخر حاجة اقولها او اخر حاجة في الاندكس اقول له اي اوف خمسة قالك لا الاري عندنا حجمها مش ثابت يعني انا انت ممكن تيجي تقول له اي اوف تسعة العنصر اللي موجود في الاندكس التاسع طيب لو ما فيش حاجة في الاندكس التاسع فاخد الكيمة الديفولت اللي هي اندفاين طيب لو جيت تطبع الايه هو ما زال حجمها ستة او عدد العناصر بتاعها ستة فالاري عندنا حجمها مش ثابت ممكن تحط اي عدد من العناصر وممكن بعد كده تزوده يعني تشيل عناصر وضيف عناصر جديدة براحتك من غير ما تضطر ان انت يعني تعمل اري جديدة في لغات برمجة تانية بيبقى حجم الاري سابت يعني انت لما تجي تعمل الاري تقول له لا انا عايز الاري فيها مسلا ستة عناصر فانت طول امرك الاري هيفضل فيها ستة عناصر ما تقدرش تغير حجمها عشان تغير حجمها لازم تعمل الاري جديدة بالحجم الجديد وتنسخ العناصر من هنا طيب ده كده ملحوزتين مهمين طب لو انا مش عارف عدد العناصر بتاعتي اللي في الاري اعرفه ازاي في السترينج لما كنت عايز اعرف عدد الحروف كنت بقول له اس دوت لينس اللي هو عدد الخاصية لينس اللي هي فيها عدد الحروف او عدد الحروف الموجود في الانس في السترينج بتاعي اسف طيب هنا في الاري عشان اعرف عدد العناصر برضو بستخدم اللينس هقول له ايه دوت لينس فيقول لي الستة اللي هو ده عدد العناصر بتاعتك طيب ده يفيدني في ايه يفيدني في ان انا لو عايز اشوف اخر عنصر عندي وانا مش عارف عدد العناصر فهقول له ايه اوف ايه دوت لينس ال اي ان جي تي اتش ناقص واحد فكده انا بقول له اخر اندكس احنا عالفين ان الاندكس بيبدأ من الصفر الحد اللينس ناقص واحد فقال لي ستة اللي هو اخر انصر عندي طيب جميل اخر ملحوظة بها نتكلم هنا في الدرس ده وهي ان الاري زي الابجيكت شغالة باي ريفرانس اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين البي فاليو والبي ريفرانس قلنا ان البي فاليو زي الفاريابل العادي قدنا عندي فاريابل اسمه اكس لو قلت له لت مثلا بي بيساوي اكس فكده انا باخد نسخة من القيمة لو جيت غيرت في البي البي نفسها طول بي بيساوي اثنين لو جيت اطبع الاكس الاكس هي واحد زي ما هي يعني الاكس ما بتتقصرش بالتغيير بتاع البي لان ديف مكان و ديف مكان تاني هو خد بس نسخة من القيمة لكن البي ريفرانس بيبقى ان الاثنين بيشاوروا على نفس المكان في الذاكرة زي ما شوفنا في الابجيكت الاري برضو كده يعني لو عملت الاري تانية اسمها اي اثنين و قلت له بيساوي الاي لو جيت اطبع الاي اثنين طبع لي الاي ان الاي اثنين هي زي الاي جميل هل كده هو اخد نسخة؟ لا هو الاثنين بقوا بيشاوروا على نفس المكان في الذاكرة يعني انا لو غيرت اي حاجة في الاي او في الاي اتنين التاني هيتقصر يعني انا قلت مثلا الاثنين بيساوي مثلا عشرة لو جيت اطبع اتنين اف اتنين قال لي عشرة الايه عندي بقت واحد اتنين عشرة والا اتنين برضو بقت واحد اتنين عشرة لان الاتنين بقوا بيشاوروا على نفس المكان في الذاكرة فهو ده كده الباي ده كده الاري وازاي ان انا اعمل الاري وازاي تعامل مع العناصر بتاعتها سيقول لي انا اعتبر ما عملتش حاجة يعني انا عملت كذا انصر في مكان واحد بس موقع تتعلمى عن عنصر بتعلمى الانديكس يعني اكيد انه عندي اكتر من ايه اللي انا استفدته هقول لك انت بمكن تعمل لوب على الاري يعني انت ممكن تيجي هنا كده الانديكس ده هتغيره انت عايزو مرة بصفر مرة بواحد مرة باثنين مرة بتلاتة فانت عندك الانديكس بيتغير فانت اعمل لوب لها فور لت اي من صفر لحد الاري او لحد الانس نقس واحد لو ايه باخيرها الانس نقس واحد واستخدم الفاريابل اللي هو الاري فانا مش هتطر ان انا كتب اي اوف صفر و ايف واحد لا انا اقوله اي اوف اي وهي الاري بتتغير مع كل لو هنشوف الكلام ده بعدين وهنتدرب عليه كتير ده كده الاري شوفك الدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته